احنا بقلنا كتير ما تقابلناش يمكن مع بداية الموسم الجديد تم الاعلان عن وجود مارسيل كولور المدير الفني والجهاز المعاون لي الاهلي اجرى عدد من الصفقات مش كلها اعتقد لسه فيه في الملفات كتير لكن اجرى عدد من الصفقات اللي لقت قبول سواء كانوا من الموجودين في الدول المصري او طبعا برونو سافيو المحترف البرازيلي شايف الانتدابات ازاي سواء كجهاز فني او كلاهبين جدو بداية يعني هاخد من كلامك طبعا انه لأول مرة من فترات طويلة جدا نبتدي بشكل سليم بشكل طبيعي لاننا بقلنا فترات طويلة مش تلات مواسم اللي فاته بس هنا نتكلم في ست سبع مواسم اللي فاته فيه مشاكل دايما في البداية او في البدايات سواء لتأخر الموسم بدايته او تأخره في انهاءه وبالتالي ما يبقاش فيه فرصة جيدة لمدير فاني نبتدي بشكل سليم حسناهم قوي في التلات مواسم الأخيرة لانه انت كمان بتوصل لأقصى عدد من المشاركة يعني انت في افريقيا بتوصل مبرنة هائية بتلعب لازم تلعب كسعاد بتروح سوبر افريقا فدايما وصل لغاية قمة البرم يعني بكلام عن منظومة كروية في مصر عموما من ست سبع سنين او مواسم مواضيع فيها مشاكل كتير ولكن فعلا في التلات مواسم الأخيرة في ندل اهلي حاسين بدا بشكل كبير انك فعلا بتوصل لنهاية كل او كل النهائيات في البطولات اللي بتشارك فيها وبالتالي تلاحوا مواسم غير طبيعي مشاكل كتير جدا 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 بدنية وفنية بالاضافة طبعا لأساس الموضوع وهو انه ما عندكش فرصة للبداية السليمة اللي بنكلم عنها النهاردة اني يكون عندك فترة توقف مدير فني يعني يتأقلم بشكل او باخر في فترة معينة في بداية الموسم تعاقدات هو اللي بيختارها الناس الموجودة هي اللي هتفضل باختياراته الناس اللي هترحل هترحل باختيارات المدير الفني وبالتالي عندك بداية سليمة توقيت مناسب جدا والحب نبحث عنه من مواسم طويلة جدا او من سنين طويلة جدا يعني اتمنى ان شاء الله طبعا كل التوفيق للمستر مارسل كولور لانه انا احسس انه هو كمان عنده نهم الناس شوية بتدقي اننا بنتكلم في ده لانه الاسم كبير طبعا مارسل كولور اسم كبير يعني على مستوى السيبيهات اللي جات اشتغلت في مصر من افضل الناس اللي جات انا دايما كمشج مش记ote مش كابني النادي الاهلي وكل لاعب ولكن انا دايما اتمنى الافضل يعني انا اتمنى جوردون الكون ولكن مارسل كولور اعتقد من الاسماء الكبيرة جدا في اوروبا كنت اتمنى افضل ولكن مارسل كولورور من الاسماء الكبيرة اللي موجودة في اوروبا عنده مميزات مهمة جدا وهي أنه هادئ الطباعة جدا عنده مميزات في عملية التنظيم داخل الملعب ودي من أهم مميزاته ودي حتفر كتير جدا جدا في نادي الأهلي الفترة اللي جاية لأننا افتقدناها في بعض البطولات وبسببها خسرنا بطولات لأنه التنظيم الدفاعي داخل الملعب مش في النادي الأهلي بس في مصر عموما عندنا مشاكل كتيرة جدا جدا فيه وبالتالي عملية التنظيم داخل الملعب في التوظيف والتمركز والوجبات الدفاعية والوجبات الهجومية العملية دي بشكل رائع جدا جدا مميزة لكن بما أن أنا أتكلم معك على السي فيه مهم جدا يمكن أن ناس ما يكونوا سعرف الحاجات دي لكن مهم جدا فكرة الخبرة يعني الرجل ده لعب مع أو ميسيك يعني كمدرر وكلاعب على طاقة فاس ببطولات كمان في السويسرا لكن أصلا أقول كمدير فإن عارف يعني إيه منافسة على البطولة حقق ألقاب في السويسرا مع أكتر من نادي مع الكولانو لعب مع فرق كبيرة جدا في الدوري الألماني وخد منافسات مع فرق من العارتي اللي نتفرج عليها في التلفزيون وقدر يكسبهم تجربته في بوخهم وكل ما كانتش يعني فيها نقطة كتير جدا مضيئة لعب بطولات مختلفة دوري ألماني دوري سويسري تصفيات يورو وصل مع النمسا الأول مرة في تاريخها أي نمسا كانت لعبة في اليورو قبل كده بس لأنها كانت البلد يصدي في المطلوب لكن أول مرة تتأهل عن طريق التصفيات كانت مع كله فالحقيقة السي في بتاعه كمان مبشر بيننا ورائع جدا بس الناس خدت عليك كلمة أنه كنت أتمنى الأفضل فأنا بوضح أنا ليه بقول كده لأنه أنا كابن من الأبناء لأنا أتمنى أنه أفضل اسم في العالم يكون موجود للي ولو أنه برضو خلينا نبقى متفقين أنه التجارب يعني فيها كيميا يعني خلينا نتفق أنه جوزي لما جيه مثلا أو فيلر لما جيه أو موسيماني حتى لما جيه لما تيجي تحسابها وتقرأها بإنجازات وسيفيك واتقرأنا مثلا بمارتين يول أو لسارتي مثلا أقل أقل كثير لكن تجربتهم مع الأهلي كانت في منتالة رفعت أسماءهم مع طبعا شغلهم يعني موسيماني قبل الأهلي حاجة وموسيماني بعد الأهلي حاجة تانية خالص صح؟ هذه نوعات مهمة جدا ولازم يتحطها لها أسماته عشان الناس تفهم لأنه مهم لأنه البعض دايما بيشكك أحيانا في فكرة أنك بتجيب مدير فني بتقول أن اسمه لا اسمه كبير صحيح ولكن النادي الأهلي دايما بيرفع جزي قبل الأهلي حاجة وجزي بعد الأهلي حاجة تانية خالص جدا النقطة المهمة جدا إن شاء الله تكون مضيئة في مشوار مارسل كولر مع النادي الأهلي هي أنه عنده نهم لأنه بقاله فترة طويلة ما بيشتغلش بسبب الإصابة اللي ليتلو وفي كرة القدم بنقول لفظ كده شوية جعان كرة سواء للمدرب أو لللاعب ودي بتفرج كتير جدا نحمد في فكرة الناس اللي بتروح النادي الأهلي جمهير النادي الأهلي بتروح المدرج بتشوف شغله النهاردة الراجل يعني فعلا عايز يأكل النجيلة إذ معال العيب شغل من نار بيبحث في كل حاجة بيدور في كل الأماكن اللي ممكن تخلي النادي الأهلي للموسم اللي جاي إن شاء الله يرجع للبطولات مرة تانية المطبط الصعبة اللي تخاف على مارسل كولر منها في بداية المشوار أولا الضغط الجماهيري والعصبي جدا جدا أو الضغط النفس العصبي اللي بيسببه جمهور النادي الأهلي نتيجة خوفه على الفرقة ودي أحيانا بتزعج المدربين بشكل كبير جدا أتمنى لأن أنا دايما بأتكلم في النقطة دي لأنها فعلا نقطة مهمة وبتفرج كتير جدا جدا في أن المدير الفني أو اللاعب يكون عنده استقرار نفسي وثبات انفعالي كبير جدا 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 عشان أدير هتحمل ده لو أنا ما عنديش ده بسخد بالك الألماني أنا بعتبره ألماني أكتر منه سويسر هو هادئ جدا هو من الجزء الألماني في سويسر وتجربته في النمسا وفي ألمانيا برضو قدته جزء من الثقافة الألمانية أبتالي الألمان من وقع تجارب من حد تحمل كبيرة ومع تسابل ومع هولمن ومع غيرهم من مدير الفني لا الحتة دي عندهم تحمل كبير جدا لكن الضغوط كبقت كثيرة جدا أحمد يعني بعكس زمان زمان كان الضغوط في المدرج في الملعب فقط خلص الجمهور موجود في المدرج أو في المباريات أنت تشعر به خارج المباريات خاصة تحسش بدأ في السنوات الأخيرة الضغط بقى في كل مكان السوشال ميديا أنت مجرد من تفتح الموبايل تشوف كل حاجة مش بس تلفزيون بس لأ أنت موبايل كمان بيجيب لك كل الضغوط اللي موجودة وبالتالي الضغوط بقيت كثيرة جدا أتمنى بس أن الجمهور نادي الأهلي اللي دايما عندنا ثقة فيه أنه يدعم بس الفترة اللي جاية الحمد لله الأمور ماشية بشكل طبيعي جدا وسليم لأول مرة من سنوات طويلة وبالتالي لأ إحنا محتاجين دعم جمهورنا المنافسة كمان بقت قوية جدا الكل النهاردة بلا استثناء بقى بيدعم بشكل كبير جدا لا تكلمش على منافس تقليدي بس زمالك دلواتي اللي أنت عندك زمالك وفيوتشر وبيراميدز وفاركو وأسماء كثيرة بقت خلاص بالدعم بكل بالضخ الأموال كثيرة جدا